وينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي دكتور أيمن بعد التحية يعني مصر تتقدم بهذه المذكرة للعدل الدولي حول ممارسات إسرائيل وتترافع شفاهيا أمام المحكمة برأيك ما المأمول من هذه الخطوة ومدى تأثيرها في مسار إدانة الاحتلال نعم أهلا وأهلا الأستاذ الإلهام والسيدات والسادة المشاهدين خطوة مهمة خطوة قانونية قضائية حقوقية تعبر عن أمور عديدة ولكن يأتي في صدارتها أن مواقف جمهورية مصرية دوما في على الصعيد الخارجي الدولي مواقف مبدئية أي يحكمها القانون الدولي مبادئه وقواعده وهذه الخطوة يعني أيضا تؤكد ليس فقط الأدوار المصرية التي ما فتأت بين الفينة والفينة ومنذ قرار التأسيم الأول القرار رقم 181 عام 1947 عن الجميل العامة أن مصر دوما تغلب القانون الدولي ومبادئه ودوما المواقف المصرية هي في تناصر الحق الفلسطيني المؤسس على القانون الدولي أيضا لذلك المذكرة التي تقدمت بها جمهورية نصر عربية وستدافع عنها أمام المحكمة بخصوص الرأي الاستشاري وطلب المحكمة من الدول التي ناهز عددها 52 دولة عضو في الأمم المتحدة طلبوا تقديم رفعات ودفوع قانونية أمام المحكمة تكشف مدى الانتهاكات الجسيمة إلا حضرتك والزميلة العزيزة ذكروها للسيدات والسادة المشاهدين لا تقتصر على انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي ولكن أيضا القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والقانون الدولي العام وقانون الاحتلال أيضا من المؤكد أن المذكرة المصرية ستقوم المحكمة بالاستئناس والاسترشاد بها لأن في نهاية المطاف سؤال حضرتك ما الجدوى ما المال الرأي الاستشاري لم تصدره المحكمة بين ليلة وضحى ولم تصدره المحكمة تأسيسا على آراء الأرثقات المحايدين المستقلين من قضاة المحكمة وعددهم 15 قاضي في لاي ولكن ستستأنس عدالة المحكمة بمثل هذه دفوع وأسانيد ومتكآت شرعية وقانونية تقدمها مصر فضلا عن الكثير من الدول التي تبين وتؤكد ما قامت به الأمم المتحدة منذ العام 1947 حتى اللحظة الآنية سواء كان مجلس الأمن الجمال العام للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة من فضح الممارسات بل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة قطاع غزة الضفة الغربية القص الشرقية وهذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية وأنا أيضا بعتقد أن المذكرة القانونية الرصينة التي قامت بها جمهورية مصر العربية وستدافع عنها يوم واحد وعشرين هذا الشهر أمام عدلة المحكمة في لهاي يعني أزعم أنها ستتضمن أيضا أنماط الإبادة الجماعية الأربعة التي قامت وأكدت محكمة العدل الدولي وبصفة مبدئية يوم ستة وعشرين يوم ستة وعشرين يناير الماضي أكدت المحكمة بشكل مبدئي أن إسرائيل بترتكب الأنماط الأربعة من بين خمس أنماط هي أشكال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لذلك الخطوة المصرية خطوة مبدئية مفصلية مهمة ولن تكون الخطوة الأخيرة لجمهورية مصر العربية على وجه الإطلاق أشكرك جزيل الشكر الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي